كشهادة شاهد من أهله يأتي تقرير صحيفة الاندبندت الجديد عن جرائم الاحتلال الأمريكي في العراق فالصحيفة البريطانية أعادت تأكيد تورط الولايات المتحدة الأمريكية بقتل أكثر من مليون مدني عراقي منذ بدء غزوها للبلاد في العام 2003 وكذلك مسؤولياتها عن السماح لتنظيم الدولة بالانتشار في العراق وتوسعه طبعا فالصحيفة لم تغفل مقتل عدد لا يحصى من المدنيين الأبرياء بسبب المرض والعمليات العسكرية وعمليات التعذيب البشعة والحملة العسكرية التي قدتها واشنطن ولندن وتحول حياة الملايين رأسا على عقب بسببها طبعا ما زالت الإدارة الأمريكية وحليفتها البريطانية تتبع سياسة التكتم أو التحدث بضوابية عن موضوع مقتل المدنيين سواء منذ بدء صناء جورج بوش وتوني بلير حملتهما العسكرية أو بسبب الضربات الجوية خلال الحملة على تنظيم الدولة وحديثا أجبرت الإدارة الأمريكية على التحدث عن الموضوع بصوت مرتفع ولكن من باب المواربة أو ذر الرماد في العيون والاعتماد على أجوبة مبهمة تشكك حينا في الأرقام أو تقلل من أهميتها لإفراغها من مضمونها الصحيفة البريطانية نفسها وخلال تقريرها أكدت أن ما يصل إلى واحد من خمس غارات جوية على أهداف تنظيم الدولة في العراق أسفرت عن مقتل مدنيين وكان هذا الرقم أعلى بواحد وثلاثين مرة مما اعترفت به الولايات المتحدة في الزبدة التي خرجت بها الصحيفة الولايات المتحدة مسؤولة عن مقتل أكثر من مليون عراقي حتى العام 2015 نتيجة الحرب وما تلاها من أعمال عنف مشيرة إلى أن الحرب كانت دائما مكانا للأعمال القذرة والخطيرة والسؤال الذي يبقى مطروحا كيف يمكن أن تستثمر تلك المعلومات والوثائق في معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب ترجمة نانسي قنقر